خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من غير اتفاق ستمخض عنه نتائج اقتصادية خطيرة على المملكة المتحدة ودول الاتحاد فقد قدر البنك الدولي انكماش الاقتصاد البريطاني من نسبة 2% وقالت الحكومة البريطانية أن الناتج المحلي الإجمالي سينخفض بنحو 9% مع فقدان الجنيني الاسترليني نحو ربع قيمته وصدر التوقعات بأن تستكلف اتفاقية بريطانيا 100 مليار جنيه استرليني سنويا بحلول العام 2030 ونوه بونكا انجليترا لاحتمال هبوط أسعار العقارات بنسبة 30% أما وزارة المالية فقد أكدت أن بريطانيا سيتسبب برفع الضراب بطربيعة الحال وخفط النفقات بغيط تعويض النقص المالي الذي قيمته تقدر ب30 مليار جنيه استرليني أيضا ستنخفض واردات بريطانيا من الأدوية إذ ستتحمل هيئة التأمين الصحي أكثر من ملياري جنيه استرليني بحلول عام 2020 هناك دراسات تقول أن مئات الشركات المالية ستعمل على نقل أصول بقيمة تزيد عن تريليون دولار أما التدعيات على الاتحاد الأوروبي فقد قدر صندوق النقض الدولي بنخفاض نمو الاقتصاد الأوروبي بمعدل 1.5% على المدى الطويل كما أكد أن إرلندا ستكون من الأكثر تأثرا بصفتها الشركة الأول للتجارة مع بريطانيا بخسارة تبلغ 4% خلال السنوات المقبلة تليها هولندا الدنمارك وأيضا بلجيكا بخسارة ستقدر بـ 1% رجحت مصادر تهديد مصالح أكثر من 3.5 مليون أوروبي في بريطانيا ويقول أيضا المجلس الأوروبي أن ميزانية الاتحاد ستخسر أحد مساهميها الرئيسيين إذ ما يعادل 10 مليارات يورو سنويا ستخسر ميزانية الاتحاد انطلاقا من جميع ذلك فإن جميع المعطيات تؤكد من دون أدنى شك خسارة كبيرة لبريطانيا جراء الخروج من الاتحاد الأوروبي لكنها لا تقل في المقابل عن الخسائر الاقتصادية والمعنوية للاتحاد الأوروبي